وأما أحمد بن سلم فهو أرفع من هؤلاء كلهم وهو الإمام رباني العالم بالله والعالم بأمر الله أبو سلم حمد بن سلم البصري الثامن الفقيه الزاهد العابد وقد روى عنه الأئمة الكبار مثل ابن قطال وابن مهدي وابن المبارك ومارك والثوري وهما من أقرانه وشعبته وهو أسن منه حمد بن سلم رحمه وتعالى من أكابر أئمة المسلمين وهو من علماء أهل السنة وكان الناس في عصر يمتحنون بحبه فمن أحبه قيل هذا السني ومن أبغض قيل هذا مبتدع وكان الإمام أحمد يقولون من تكلم في حمد بن سلم فاتهموا على الإسلام أي من تكلم في سنية واتباعه لأنه كان يظهر العداء للجهمية وأهل البدع وينشر السنة وكان لا يتكلم فيه إلا مبتدع وأما من حيث الحديث أو على ثلاث مراتب ألخص جميع كلم العلماء بثلاث مراتب فقط ألخص جميع كلم العلماء في حمد بن سلم من حيث الحديث في ثلاث مراتب المرتبة الأولى أن يروي عن ثابتنا البناني فهذا أصح حديثه وهذا متفق على قبوله بين أهل العلم قال الإمام أحمد أوثق الناس في ثابت محمد بن سلم محمد بن سلم في ثابت أوثق ممن هو أوثق منه كحمد بن زين محمد بن سلم في ثابت أوثق ممن هو أوثقه منه كحمد بن زين المرتبة الثانية محمد بن سلم عن قتاده هذا في نظر فإن حمد بن سلم يخطئ في رواية عن قتاده وهو الذي روى عن قتاده بعد الطهر في حديث معطية كنا نعبد كدرة الصفرة بعد الطهر شيئا هذا في البخاري بدون لفظة بعد الطهر بعد الطهر عند أبي داود من رواية حمد عن قتاده معلولة المرتبة الثالثة أماد بن سلم عن الثقات والمشاهير فهذا الأصل فيه أنه مقبول والحديث صحيح ما لم يثبت خطأ حمد أو تفردوا بشيء لا يحتمل منه نسبة الكلام من يقوم بالدين مثلا من المجاهدين أو كذا وليس كما يتهم في السلامة نعم يتهم نعم إذا كان الرجل هذا من المتفق عليه على قدره وجلالة يقوم بالدين وحد يتكلم فيه فهذا ما يتكلم فيه إلا لمرض في قلبه ولا لماذا يتكلم فيه إذا كان يعيبه ببخل أو شيء هذا مور دنيوية أما يعيبه في دينه فهو لا يتكلم فيه إلا لدينه وعقيدته وثباته فهو كان الأوائل يطعن فيما يتكلم في أئمة هالسنة ويتهمون في دينه كما طعن فيما يتكلم في أحمد طعن فيما يتكلم في الشافعي طعن فيما يتكلم في محمد بن سلامة لأنه كان يقوم بالدين طيب بالنسبة للطبعة الطهر لا تأخذ نفس الحكوم يعني بالنسبة للأعب إذا حدث الفقر نسأل أخرى أنا في ناحية حديثية الآن ولذلك قال ابن محمد معين من ذكره بسوء فاتهمه على الإسلام فاتهموا عن الإسلام وأثنى عليه العلم مهثناء العظيمة ووصل القول في رواياته أنه من أثبة الناس في بعض شيوخه الذين رأزمهم كثابة البناني وعلي بن زيد علي بن زيد صنضعيف هذا وذلك نمذكره علي بن زيد هذا بن جدعان سيء الحفظ وليد حمد بن سلمة عنه لا ترفع ضعفه لكن أحسن الروايات عن علي بن زيد وحمد بن سلمة نعم ويطريبه في بعضهم الذين لم يكثر ملازمتهم كما لم يكثر ملازمتهم كقدادتها وأيوب وغيرهما وسأذكر ذلك مستوفى فيما بعد إن شاء الله تعالى وقد خرج له المسلم كثير في صحيحه واستشهد به البخار وقيل أنه وخرج له حديثا واحدا في الرقاق وأنكر ابن حبان ذلك عليه فقال لم ينصف من جانب حديثا عن حمد بن سلمة واحتج بأبي بكر بن عياش في كتابه وابن أخي الزهري وابن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فإن كان تركه إياه لما كان يخطئ فغيره من أقرانه مثل الثوري والشعب وغيره وذويهما كان يخطئون فإن زعم أن خطأه قد كثر من تغير حفظه فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش موجودة وأن يبلغ أبو بكر محمد بن سلمة في اقتقانه أو في جمعه أو في علمه أو في ضبطه وصحي عبع البخاري رحمة تعالى عدم إخراجه لحمد بن سلمة وكان العبع البخاري يتوجه عنده تمور الأمر الأول أن حمد بن سلمة أوثق بكثير ممن خرج لهم البخاري رحمه الله الأمر الثالي إذا كان البخاري يقول عنده الصحف وعنده أخطاء كان بمكان البخاري ينتقي من أحاديثه كما انتق من أحاديث إسماعيل بن أبي أويس خاصة أن مرويات حمد بن سلمة عن ثابت البناني ليس فيها أخطاء وأوثق الناس في ثابت البناني هو حمد بن سلمة فكان بإمكان البخاري يخرج مرويات حمد عن ثابت كما أن البخاري رحمه الله انتقى لبعض الرواه على ضعف فيهم شيخ خصام قول براجب وقيل إنه خرج له حديثا نعم حديث لو كان ابن آدم واديان لابتغى إليهم ثالثا ولا أم لجوف ابن آدم للترام من هو عن طرق حمد من هو حمد مختلف فيه كان حمد بن زلق وحمد بن سلمة أن في ضبطه ولم يكن من أقواني ابن حمد بن سلمة بالبصرة مثله في الفضل والدين والنسك والعلم والكتبة والجمع والصلابة في السنة والقمع لأهل البداع ولم يكن يتلبه في أيامه إلا معتزلي قدري أو مبتدعي جهمي لما كان يظهر من السنن الصحيحة التي ينكرها المعتزل أخقار أبو عيسى وعاكد من كتكلم في ابن أبي ليلى إنما تكلم فيه من قبل حفظه قال علي قال يحيب بن سعيد الأقطان روى شعبة عن ابن أبي ليلى عن أبي أخيه عيسى عن أبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم في العطاس قال يحيب بلقيت ابن أبي ليلى فحدثنا عن أخي عيسى عن الرحمن ابن أبي ليلى عن ألي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى ويروي عن ابن أبي ما يكون روى الطريقين هذا يحتمي محدثي ما أعتبره هذا علة غرضة منهم أعتبره هذا الطريقين قال أبو عيسى ويروي طريقة الفوق قال طلقته محدثين أعتبره هذا من سؤال الحفظ ما يمكن يسمعه من أبي بلت من عمر هذا محتمل ما في شكال لكن بعض الحين تذوقрыنا هذا من ضبط أن يخلط فيه قل حديث مثلا الليث نبي السليم يروي الحديث عن مجاهد تارتي يجعله عنه فتجعله تجعله عن ابن عباس الفقي يقول يحتمل مجاهدا أخذ عن ابن عمر وأخذ عن ابن عباس لكن الحديث لا ما أحد يقول هذا حديث هذا من الضراب الليث نبي السليم ونمه يضطرب تارتي يروي عن مجاهد عن ابن عمر ثلاثة يومي جاهد عن ابن عباس فعلوا حديث بهذا قال يا أخي ثم لقيت ابن أبي ليلى حدثنا عن أخي عيسى عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى ويروى ويروى عن ابن أبي ليلى نحو هذا غير شيء وكان يروي الشيء مرة هكذا ومرة هكذا يغير الإسناد وإنما جاء هذا من قبل حفظه لأن أكثر من مضى من أهل العلم كانوا يكتبون ومن كتب منه منما كان يكتب بعد السماء قال وسمعت ابن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ابن أبي ليلى ابن أبي ليلى لا يحتج به قال أبو عيسى وكذلك من تكلم من أهل العلم في مجالد بن سعيد وعبد الله بن الهيعة وغيرهما إنما تكلموا فيه من قبل حفظهم وكثرة خطأهم وقد اغتروا عنهم غير واحد من الأئمة فإذا فرد واحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتجع به الصواب أنه ما يحتج به مطلقا وحديثهم تعتبر الضعاف ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ضعيف مطلقا مجالد بن السعيد ضعيف مطلقا ابن الهيعة ضعيف مطلقا كذلك صدق بموسى الدقيقي ضعيف مطلقا كذلك عبد الرحمن بن زياد بن يان عمر الأفريقي ضعيف مطلقا كذلك عبد الله بن عمر العمري المكبر ضعيف مطلقا وفي طبقة يضعفهم في شيوخ خاصين دون آخرين وهذا سنتناوله إن شاء الله مستقبلا وفي طبقة يقال عنهم صدق سي الحفظ تقدم التفصيل في بعض حديث وسيأت إن شاء الله تتم أنه يقبل في حالات دون حالات وأنه لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا قال أحمد ابن أبي ليلى لا يحتج به إنما عنى إذا انفرد بالشيء وأشد ما يكون في هذا إذا لم يحفظ الإسناد فزاد في الإسناد أو نقص أو يرى الإسناد أو جاء بما يتغير فيه المعنى أما ابن أبي ليلى ابن أبي ليلى فهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قاضي الكوفة وكان من جلة الفقهاء المعتبرين ولو حديث كثير وهو صدوق لا يتهم بتعمد الكذب ولكنه كان سيء الحفظ جدا قال أبد أود طيالسي قال شعبة ما رأيت أحد أسوأ حفظا من ابن أبي ليلى وقال النظر بن شميل قال شعبة أفادني محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى حديثة فإذا هي مقلوبة وقال علي بن مديني سمعت يحيى يقول كان ابن أبي ليلى سيء الحفظ وقال أحمد هو مطالب الحديث جدا سيء الحفظ وقال لا يحتج بحديثه وذكر ابن إبراهيو بن مسعيد عن يحيى بن عين كان يحيى بن سعيد لا يحدث عن ابن أبي ليلى ما روى عن عطاء فقط يعني معنى عطاء لا هو لا يحدث بما روى عن عطاء لكن غيره تقدم يضاعفه مطلقا تكون اللي يحدث عنه في هذا خاص لما يكون أشد ضعفا على نحيى بن سعيد أبا على نوم متعائم متشدد خليل نعم متشدد لكن تقدم أيضا يقول كان السيء الحفظ يعني سعيد تقدقوا لمحمد المفطرب في الحديث تقدقوا شعبة ما رأيت أحدا أسوى حفظا من ابن أبي ليلى قال النوعين ابن أبي ليلى ضعيف من روايته قال إبراهيم وكان أحمد بن حفظ بن حنبل لا يحدث عنه وقال أحمد بن حفظ السعدي عن أحمد بن حنبل عن ابن أبي ليلى ضعيف وعن عطاء أكثره خطأ وقال العجلي كان صدوقا جائز الحديث وأما حديث العطاس العطاس الذي ذكره التلميذي جائز الحديث يحمل على متابعات والشواهد أما جائز الحديث بمعنى مقبول يحتج به فهذا بعيد والتقدم تقرير قاعدة أن كلام الأوائل مقدم على كلام الأواخر ذكرنا الأوائل منهم يحتجوا بكلامهم نعم وعما حديث العطاس الذي ذكره التلميذي أن ابن أبي ليلى ضرب فيه فقد خرجوا التلميذي أيضا في كتاب العدد في باب كيف يشمت عاطس وقال هو سبق كلام عليه هناك مستوفاء وذكر التلميذي أنه يروي عن أبي ليلى نحو هذا غير شيء وهو كما قال وقد سبق له حديث في أبواب الدعاء في أبواب الذكر عند الصباح والمساء وذكر التلميذي أنه يروي عن أبي ليلى نحو هذا غير شيء غير شيء بدل بدل من نحو غير شيء وهو كما قال وقد سبق له حديث حديث في أبواب الدعاء في أبواب الذكر عند الصباح والمساء وسبق له حديث آخر في القنوة في صلاة الكتاب الصلاة وحديث آخر في التأمم في آخر كتاب الطهارة وأما مجالد سعيد الهمداني الكوفي فليس هو بالحافظ أيضا قد ضعفه غير واحد قال يا حبيب السعيد لو شئت أن يجعلها في مجالد كلها عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله فقفا يشيروا لأنه كان يقبل التقيين هو حديث متهوك هنا فيها ابن الخطاب قد جدك فيها بيضان قية مداره على مجالد السعيد وضعفه وقال كم من عجوبة لمجالد وقال مرة هو يزيد الأفلسانيد وقال مرة ليس بشيء يرفع حديثا كثيرا لا يرفع الناس وقد احتمل الناس وضعفه يحب المعين وقال لا يحتج به وقال مرة صالح احتمل الناس يحتمل الناس عن الكتاب عنهم يحتجون في المتابعات والشوائد لا يحتمل الناس أن الكتاب عنهم لا أنهم احتملوه في الاحتجاج وقال النساء ليس بالقوي وقال مرة ثقة قد يكون قص الثقة في دين لا في حديث وقال ابن حبان يقلب الأفلسانيد ويرفع المراسل لا يجوز الاحتجاج به وقال عامة ما يرويه غير محفوظ وقال دار قطني ليس بثقة يزيد ابن أبي زياد أردح منه ومجالد يعتبر به وقد خرج له مسلم مقرونة وكان يحيى ابن سعيد ابن سعيد يحدث عنه وحدث ابن مهدي عن رجل ابني ابني فالثانية تكون مخشورة نعم ابني وقد اختلف الأمة في أمره فمنهم من قال حديثه في أول عمره قبل احتراق كتبه صحيح أصح وقد سمع منه قبل احتراق كتبه ابن مبارك المقبوري كذا قال الفلاس غيره وقاله ابن معين نفيه برواية عنه وقاله ابن معين في رواية عنه ومنهم من قال حديثه في عمره كله واحد وهو ضعيف وهو المشهور عن يحيى ابن معين وأنكر أن تكون كتبه احتراقت وقال لا يحتج به وقال ابن زرعة سمع الأوائل والأواخر منه سواء إلا أن ابن مبارك كان يتبعان وصوله وليس ممن يحتج به وقال ابن مهدي ما أعتد بشيء من سمعته من حديث ابن لهيعة إلا سمع ابن مبارك ونحوه وقال مرة لا أحمل عن ابن لهيعة قليلا ولا كثيرا حتى ثم قال كتب لي ابن لهيعة كتابا فيه حدثنا عمر بن شعيب قال عبد الرحمن فقرأته عن ابن مبارك فأخرجه إلي ابن مبارك من كتابه عن ابن لهيعة قال أخبرني أسحاق ابن مبي فروة عن عمر بن شعيب وقال أحمد كان ابن لهيعة يحدث عن المثنى بالصباح عن عمر بن شعيب وكان بعد يحدث بها عن عمر بن شعيب نفسه وقال وقال أيضا ما حديث ابن لهيعة بحجة وإني لا أكتب حديث كثيرا مما أكتب وأعتبر به وهو يقوى بعضه ببعض وهو يقوى وهو يقوى بعضه ببعض الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد والفرحن وتعالى يتحدث الآن عن عبد الله بن لهيعة قاضي مصر تقدمنا من الهيعة من أهل الزهد والدين والورع ومن أهل السنة ولكن شأن الرواية أمر آخر ليس بلازم يكون الرجل ورعا يكون حديثه صحيحا وليس بلازم يكون الرجل متدينا أو صلبا في السنة أو صلبا في العقيدة أن يكون ثقة حافظة تقدم بالأمس شرح نعيم محمد الخزاعي قال عنه ابن معين ثقة في دينه ضعيف في حديثه قدم أن الإمام مالك ابن آنس رحمه الله روى عن عبد الكريم ابن أبي عمية وعيب عليه ذلك وقد قيل هذا الإمام أحمد قال غرته عبادته لأن ابن أبي عمية كان رجلا زاهدا عابدا هذا العلم يعتمد على الحفظ وعلى الضبط لا يعتمد على مجرد العبادة قدم قوله بحنيفة ما رأيت الكذب أكثر منه في الصالحين الكذب يقصد الخطأ ولكذب يقصد الخطأ قدم عندنا أيضا إشارة لقوي الشريك سبب سوحفظه أنه اشتغل بالعبادة عن العلم منه أيضا عبد الله بن عمر العمري الزاهد اشتغل بالعبادة عن العلم فساء حفظه إذن الدين والورع شيء والحفظ والضبط شيء آخر والتوثيق والأقوية الرواه وتصحيح حديث مبني على ضبطهم وحفظهم وإتقانهم ولا يبنى على دينهم ولا على وراعهم ولذلك نقبل رواية المبتدع ونحتج بها تعمران بن حطان خارجي حديث ابن البخاري عديد بن ثابت شيعي حديثه عند الستة أبا معايا محمد بن الخازم الضرير مرجي من دعاة المرجعة حديثه عند الستة ولا نقبل أحاديث الزهاد وأهل الورع لسوء حفظهم قدم التفصيل في الواية المبتدع وأنه إذا لم تكن بجعته تخرج عن الإسلام فأنه يقبل مطلقة وهذا صحيح الشيخين في صحيحيهما وهو عمل أهل السنن ضرب تفصيلة على بعض الحفاظ الذي يقول لا نقبل وتمتدع وقد خرج لهم في كتبه فتات الأسباب في التخريج لهم وأن الأمة الأمة كانت بحاجة إلى ما عندهم من الأحاديث فلنا حفظهم وعليهم بدعتهم أبد الله من الأهيعة سيء الحفظ وقد ذكرت بالأمس كيانبين لمعرفة سوء الحفظ ما هما؟ لا، كيف نتعرف على سيء الحفظ؟ هل مجرد أن نقرأ في كتب العلماء أو ماذا؟ الأمر الأول؟ دراسة مروياته نعم، دراسة مروياته، هذا الأمر الأول بمعنى لا بد أن ندسى مرويات والأمر الثاني؟ نعم، قراءة كلام ألا إما حوله قلت أن الكثير من الناس اليوم يقرأ في كتب العلماء لتصحيحه أو توثيقه أو تضعيفه ويقتصر على ذلك وهذا لا يليق بالذي يريد الاجتهاد إنه مليق هذا العامي الذي يهدف من وراء ذلك إلى التقليد أما العالم فلا يكفي هذا، لا بد أن يدرس المرويات فإن بعض الرواة حين تقرأ كلام العلماء عنهم قد توثقهم لما يذكرونهم عنهم وحين تدرس حديثا، ترى الضراب ظاهرا عليهم وترى الضعف ظاهرا فعلى هذا، فابن الأهيعة حين ننظر إلى كلام الأئمة نرى للعلماء فيه ثلاثة أقوال القول الأول أنه مقبول وحديث حسن فالغد قال به قلة من العلماء وذهب إلى هذا من المتأخرين ابن كثير فإنه يرى حسن حديثه وقول الثاني فيه أنه يقبل في رواية القدماء عنه من أصحابه ومنهم من قيّذات بالعباد إلى الثلاثة وهم عبد الله بن يزير المقري والذي ورد قبل قليل في تصحيف عندكم المقبري صوابه المقري لا المقبري والثاني عبد الله بن المبارك والثالث عبد الله بن وهب القول الثالث أنه ضعيف مطلق وهذا قول أكثر الحفاظ ونذهب إليه الإمام يحيى ابن سعيد القطان قدم أكثر من مرة شرح حال يحيى ابن سعيد في العلم والدين والمتانة وما عليه من دقة في الجرح والتعديل وأنه لا يكاد يجرح أحداً فيفلح قدم نقشته في بعض من جرحهم كمحمد بن عجلان وابن إسحاق والحديث عن هؤلاء وهذا قول أبي زرعة وأبي حاتم وآخرين والمشهور على الإمام أحمد وهذا صح الأقوال فإنه من درس أحاديث ابن لهيعة رأى عليه سوء الحفظ وقلة الضبط ومخالفة الرواه في أحاديثهم ويروي عن عمرو من شعيب وقد أخذها من المثنى بن الصباح ومثنى بن الصباح ضعيف الحديث ويروي عن عمرو من شعيب وقد أخذ مسحاق بن أبي فروة وهو متروك الحديث فهذا يعني أيضاً أنه يدلس هذا يعني أيضاً أنه يدلس ما هو القول في حديث المدلس؟ إذا كان الغالب عليه التدليس فهو يترك إذا كان الغالب عليه التدليس فهو يترك إذا لم يكن التدليس عليه غالباً؟ ينتقى من الحديثه نعم؟ ينتقى من الحديثه طب لا صل فيه ما هو؟ لا صل فيه ما هو؟ لأنه مدلس أغلب، أغلب العلم كان مدلسي بسوفيانان وآخر طيب ما هو حاله مدلس؟ أنا أقول يقبله ويرجل ما يطرد مطلقاً إلا إذا كان غالب عليه؟ طيب إذا كان غالب عليه الصحيح وإذا لم يكن التدليس غالباً عليه؟ هو ينظر الحديث شيخ ما إذا عاد عنك لا يقبل حديثه وإذا كان حدثنا يطلح هذا كلام متأخرين هذا كلام متأخرين نحن نبدأ أجل على صل المتقدمين لكن جيد، نحن ننبل، تفضل نقبل حديثه مطلقاً يا شيخ نعلم أنه مكثرة من التدليس غالباً عليه أيضاً مكثرة وغالباً حديثة ابن جريج مكثرة وأنا أرى الحديثة لأنه لم يكن التدليس غالباً؟ نعم كلنا خمسة من المدلسين مصوم تدليس؟ ابن جريج ابن الزبال المكي ثلاثة يروح عنهم شعبة وقال أيضاً ما حديثه ابن لهيعة بعجة وإني لا أكتب كثيراً مما أكتب وأعتبر به وهو يقوى بعضه ببعض وروي عن أحمد أنه قال سماع العبادلة من ابن لهيعة عندي صالح عبد الله بن واهب وعبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن بن مبارك وقال جوججاني وإذا صالح ما تعني الصحة؟ قال للمنحن الصالح لا تعني الصحة وإنما تعني أن رواة هاول العبادلة عن ابن لهيعة أعدل وأحسن وأصلح من غيرها وهذا نظيراً تقول هذا الصح شيء في الباب لا يعني أنه صحيح ونظيراً تقول هذا الصح تذكر سنادين تقول هذا الصح لا يعني أنه صحيح مطلقاً إنما هذا الصح من الذي قبله وهو ضعيف وقال جوججاني لا ينبغي يحتج بلوايته ولا يعتج به وقال ابن حبان صبرت أخباره وفرايتهم يدلس على أقوام ضعفاء على أقوام ضغطيقات قال رآهم ثم كان لا يبالي ما دفع إليه قراءه سواء كان من حديثه أو لم يكن من حديثه فوجب التنكب عن روايته الرواية المتقدمين عنه قبل احتراق كتبه لما فيها من الأخبار المدلسة عن المتركين ووجب ترك الاحتجاج بلوايات المتأخرين بعد احتراق كتبه قد عنده يحمد سعيد ينكرقه احتراقته وانت احترقه هو سي الحظ الأمر عنده يحمد سعيد لا يؤثر لما فيها مما ليس من حديثه ونقل أبو عبيد الأجري عن أبي عبد داود عن أحمد قال من كان مثل ابن لهيعة من كان مثل ابن لهيعة من كان مثل ابن لهيعة نعم بمصر في كثرة حديثه وضبطه واتقانه وكذا نقله النسائي عن نبي داود عن أحمد وذكر عجافر الفريابي عن بعض أصحابه عن قتيبة قال قال لي أحمد حديثك عن ابن لهيعة صحاح صحاح لا يعني الصحة التي هي القبول يعني ما نقصد الاستقامة من تختلف عن الآخرين من الضراب والتدليس والمخالفة قلت لأننا كنا نكتب من كتاب عبد الله بن وهيعة ثم نسمعه من ابن لهيعة وقال الثوري عند ابن لهيعة لأصول وعندنا الفروع وقال حججت حججا لألقى ابن لهيعة وكان ابن وهب يقول حدثني والله الصادق البار عبد الله بن لهيعة نعم الصادق البار يعني ما يعزم من صدقه وبره ألا يكون ضاعفا وذلك الصدوق لا يعزم أنه مقبول أي صدوق اللهجة لا يتقصد الكذب ولا الغلط ولذلك صدرنا بديانة ابن لهيعة وإمامته ولكن للحفظ والضبط والحديث قوام التقدم عندنا أو الجماعة من الأئمة للا أقبل شهادة هؤلاء حتى في شيء يسير لما عنده من سؤال حفظ قلة الضبط ولذلك تنكب أو أعرض عنه والشيخان أيضا خرج للبقار مقرونا دون أن يذكر اسمه الرجل هو مسل في غير الوصول فلو كان ثقة لخرج له شيئا قد قيل الإمام أحمد تضاعف ابن لهيعة وتكتب حديثه قال أكتبه ليعتبر به هذا صريح أنه لا يكتب حديثا للاحتجاج وقبول رواية العبادلة عنه غلط رواية العبادلة عن الاهيعة ضعيفة تغيرها ومتأمل حديث ابن لهيعة حتى عن العبادلة رأى فيها نكارا فمن ذلك من رواية القدمة عن ابن لهيعة حديث عبد الله بن عمر بن العاص حين رأى في المنام أنه يعلق عسلا قال تقرأ الكتابين وهذا معلول وهو من رواية القدمة من أصحاب ابن الاهيعة نعم وأثنى عليه أحمد بن صالح المصري وقال هو صحيح الكتاب فمن ضبط عنه من إملاعه من كتابه فحديثه صحيح نعم حديث صحيح بمعنى أنه ما خلط ولا دلس لكن هو ضعيف في نفسه مثل أنه عيد محمد الخزاعي صاحب هو يعني يروه في الكتاب الفتن نعلم في هذا الكتاب ونرواه ما فيش كان عندنا يعني هو في ذاته ضعيف وإذا كان كتبه من الشيخ حتى لو كتبه من الشيخ هو ضعيف أصلا هو أنت ضعيف كيف هو ثقن فيك في النقل وضبطك قد يكتب ويخطي نسوع حفظه فالحديثه صحيح وقال وأنا أذهب إلى أنه لا يترك حديثه نعم وإذا كشف فرق أنا نقول إذا أدى مما كتبه فصحى حديثه ثم قال أنا أذهب إلى أنه يكتب حديثه ولا يترك يعني لا يذهب إلى المذهب اللي يظن أن هذا يصححه أو يقبله كما يقول ابو حاتم بكثرة يكتب حديثه لا يحتج به هذا كثير كلام بحاتم وأنا أذهب إلى أنه لا يترك حديث محدث حتى يجتمع أهل مصر على ترك حديثه قال ابن عدي وهو حسن الحديث أليس من الأقوال أنه ضعيف مطلقا إلا بس هذا يبقى أنه تقدم من ضعف مطلقا وأم الأكابر أنه يحيي بن سعد القطان وأحمد في المشهور عنه والإمامان حالي ويحيي بن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري ومسلم أولا من ضعف مطلقا قال ابن عدي هو حسن الحديث يكتب حديثه وقد حدث عنه الثقاث الثوري وشعبه ومالك وعمر بن الحارث والليت بن سعد خرج حديثه لا يجب تخرج أولئي توثيقه تقدم عندنا القول بأن الشعبه لا يروي إلا عن ثقه وردنا عدة رواه روى عنهم شعبه ومضعف منهم ختابه بهم ختابه أستاذ الله ينظر علينا قبل كم اليوم عاصم عاصم والشعب نفسه يضعفه هو الذي يقول أنه سألت من بنا مسلم البصرة قال حدنا فلان عن فلان إنسان لم بناه وقد رواه عنه وليس ليز من يكون شعب رواه عنه رواه يكون ثقة فلاك مالك لم يخرج لابن لهيعة في الموطة لو كان ثقة عنده يخرج له في الموطة خرج مسلم حديثه ومقرونا بعمر بن حب بن الحارث وأما البخاري والنساء فإذا ذكر سنادا فيه ابن لهيعة وغيره سمى ذلك الغير وكنه عن اسم ابن لهيعة ولم يسمياه كيف يسير تدليسة؟ لا لسى تدليسة لكن هذا الدليل لا يرقضي لأنه يقرنه مقرونا ولو ذكر بالكنية في غير مقرونا هنا يسمى تدليسة إذا كان الشيخ الذي فعله أقول أنه يفعل هذا النسائي النساء طبعا لا يقيم إليه أصلا إنه ذكر مرقيات لأنه لا يرتضي حديثة دليل لا يرتضي حديثة لماذا لا يرمع عنه إلا مقرونا؟ مع أن النساء لا يشترطوا الصحة لكن لا يدخل في كتابه إلا مقرونا ومما يضطيب تذكر أنه البخاري كذلك؟ نعم البخاري في كتاب تفسير سورة النساء ذكره مقرونا في عمر بن الحادث تفسير سورة النساء من تفسيره ومما يضطيب في حديثه أيضا شهر بن حوشب وهو يرم المثل الواحد بأساندة متعددة شهر بن حوشب تحدث عنه بالأمس ماذا قلت عنه؟ أعد كلامي طيب ماذا قلت ملخى أصف الكلام لما قلت أنه قلت أنه يقرأ نحن يقرأ تراجم العلماء عنه أما العلماء على قبل حديثه لأنه دراسة تموية التراب يتبهي التراب من أصف على التراب أمام أحمد والبخاري وجماعة أما ابن عون فيقول نزكوه يعني تركوه وأخذ بهذا صعبة كنت مثالا عن الطراب في الحديث ما هو؟ حديث عوانك عشرا بعد المغرب الفضوة الثانين وكيف الطراب بشهر فيه؟ الله عن مسلم المرة 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 عبد الحميد بن بهرام قلنا أيضاً فيها حديث ضعيفة من رواية عبد الحميد بن بهرام ومنهم ليث ابن أبي سليم ويزيد ابن أبي زياد الكوفي ليث ابن أبي سليم مختلط في آخره فهو حديث ضعيف زياد ابن زياد ضعيف الحديثي الحفظ تميز أو لم يميز منهم؟ ليختلف عن عطى ابن السائب الذي نفترض فيها التمييد عطى ابن السائب دروا عنه قوم يقبل حديثهم كالسفيان الثوري وكالشعبة حمد ابن الزيد مختلف في حمد ابن سلمة لأنه قد تميز حديثهم أما الليل لم يتميز حديثهم فترك ومنه عبد الملك بن عمير على أن حديثاً مخرج من صحيحين وقال أحمد هو مضطرب الحديث جداً وهو أشد إضطراباً من سماك سماك لا يضطرب مطلعاً من سماك إنما يضطرب عن عكلمة إذا روا سماك عن عكلمة يضطرب وإذا روا سماك عن أغيريك عكلمة فحديثه صحيح وضحتج به على هذا النحو الإمام مسلم في صحيحه واحتج به أهله السنن والصحة على والترمذ في جامعة في حديث سماك من حرب عن جاب السورة في الوضو من لحم الجزور حكى من خزائمة الاتفاق على تصحيحه في صحيحه مع أنها ملوة سماك هذه علاقة متأقيهم لحديث سماك بالقبول وكذلك صحها الحديث أحمد وإسحاق فهذا أحمد رحمه الله يوثقه إذا لم يكن عن حكلمة ولكفت صحيح حديثه وليعرف إلا من طريقه أجبكم مع عمال ثقة أيضاً ثقة أكد تكلم في بعض حديث يسيرة والفلاصفين أنهم ثقة قلوا أشد اضطراباً من سماك أشد اضطراباً في رواة معينين صحيح ولكن نحن نقول عن سماك أنه مضطر فقط في عقل مع ذلك ما نقول نحن مضطر وعاصم باهدناح عاصم باهدنا تقدم الحديث أنه يروي إلى حديث عن أبي وائل وعن زر فيخلط وتقدم تفصيل فيه وأنه الصدوق في حفظ شيء يقبل حديثه ويصحح ما لم يتفرد بأصل أو يخالف الثقات في الوقت ذاته له حديث قبلها العلماء كرواية السفيانين عنه عن عاصم عن زر عن عبد الله مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذهبوا الليالي والأيام حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي هذا الحديث تلقى أكثر الأئمة أو كلهم بالقبول وقابلوا بالتسليم وهو من حديث عاصم وذكر ابن القيم في آخر المنار المنيف عن بعض العلمات فق الحفاظ على قبول هذا الحديث وهو من رواية عاصم هذا يدل على قبولهم لعاصم وأنه لا يرد حديثه مطلقا وشانه عاصم وشانه عاصم كشان عبد الله بن محمد بن عقيد نفس الحكم بالضبط وقد ذكر التلميذي أن هؤلاء وأمثالهم ممن تكلم فيه من قبل حفظه وكثرة خطأه لا يحتج بحديث أحد منهم إذا انفرد يعني في الأحكام الشرعية والأمور العملية يعني تفرد بأصل من الأصول وأن أشد ما يكون ذلك إذا اضطرب أحدهم في الإسناد فزاد فيها ونقصها وغير الإسناد غير المات يتغير به المعنى وعلى هذا ينبغي الإنسان يلاحظ أنه إذا ضعف الرجل في حديث لا يعني أنه يضاعف في غير حديث تكرنا بالأمثلة على ابن عقيل حين روع ابن حنفية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كف في سبعة أثواب وعل فيه ابن عقيل قلنا هذا خبر منقر لكن لمخالفة لما في الصحيحين حديث عائشة أن نفس الكف في ثلاثة أثواب لكن لا يعني هذا أن ابن العقيل ضعيف مطلق فنحن نقبل في حديث ابن حنفية عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطوع تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فنحن نقبل في موضع ونرد في موضع آخر كذلك تفرد بأصل وذكرنا مثالاً لابن إسحاق ما منكم يحفظ الأسناد في الحج كانت مثال ابن إسحاق مع أنه صدوق والثقر أكثر لأئمة ومعاك لما تفرد بأصل علينا أبو عبيدة من الرجال المسند تفرد بأصل علينا في نفس الأسناد ما منكم يذكر الأسناد في الحج ذكرته أمس وقبل الأمس وأكثر مرة أمس وقبل الأسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم به هذا رجاله لا بعث بهم ولكنه معلول لا يقبل تفرد ابن إسحاق في مثل هذا هذا علا أولاد علا الثاني لا يقبل تفرد بعبيدة في مثل هذا نعم هذا لأنه مو مقطع بسنا البصر عمره مو مقطع مطلقة بكر الله لك شيخ ذكرت رواية المبتدئ أنهم يقبلون رواية الشيعية أولاً هل يفسد بالشيع هو التشيع المتقدم الذي هو التقديم علي على أبي بكر عمر أما التشيع المتأخر لا لا يخصون تشيع متقدم وأنا نبهنا عليك ثم مرة وشرحنا الأخوان شيء عند الأوائل هو تفضيل علي على عكمان فقط أما الحط من قدر الشيخين أو الطعم في أبي بكر وعمر فهذا يسمى رفضاً وهذا لا نعمة له ولا كرامة وكان السلف لا يخرجون لهذا الضرب أبداً ما يخرجون للذي يطعم في أبي بكر وعمر فضلاً عن المتأخرين من المشركين والوثنيين والذي يفذبون بالقرآن ونحو ذلك هؤلاء لا يقبل حديثهم أصلاً استكمال السؤال اشترطوا أن لا يكون المبتدع قد روى ميد بدعتهم لا داعين إلى بدعتهم هذا لا قلنا أنه ضعيف بدليل أنه قد خرج الشيخان والسنان لعدد كبير من الدعاة إلى بدعاء منهم أبو محمد وخدم الضريب خرج إلى الستة ومن الدعاة إلى مذهب المرجعة ومثال ذلك قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول أن أحدكم مستقبل يطيل له أنا أول من حدث الناس بذلك وفي رواية الله بن سعد وغيره عن يزيد بن أبي حبيب أنه قال أنه سمع عبد الله بن الحالث يقول يذكره ورواه عن يزيد بن أبي حبيب عن جبلة بن نافع عن عبد الله بن الحالث فزاد في إسناده رجلا رواه أيضا عن عبد الله بن الحالث سليمان بن زياد الحضرمي وسهيل بن ثعلبة وقد رواه عن سليمان بن زياد غير واحد منهم وانفرد بن لهيعة في رئيب فرواه عن عبيد الله بن مغيرة عن عبد الله بن الحالث فقال رأيك رسول الله يقول مستقبل و أنا أول من حدث الناس بذلك مستقبل القبلتي و أنا أول من حدث الناس بذلك هذا اللفظ خطأ تفرد به ابن الكيعة و خالف رواية الناس كلهم وَقَدْ رَوَى مُسْلُом و خالف رواية الناس ببدل بدل التوكيد Joهن وقد رواه مسلمان بن fulfillment في كتابه عن الحسن الحنواني سمعت يزيد بن هارون وذكر زيادة بن الميمون قال فقال حرفت أن لا أروي عنه شيئا لقيته فسألته عن حديث حده فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت إليه فحدثني به عن مورخ ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن وكان ينسبه إلى الكذب انتهى واختلاف الرجل الواحد بالإسناد إن كان متهما فإنه ينسب به إلى الكذب وإن كان سيء الحفظ ينسب به إلى الاضطراب وعدم الضغط وإنما يحتمل مثل ذلك ممن كثر حديثه وقويه وقوي حفظه كالزهري وشعبه ونحوهما وقد كان عكلمة هذه قاعدة تحفظ هذه من قواعدة متقدمين إنهم لا يقبلون الاختلاف ممن لم تكثر أحاديثه ولم يعرف بقوة الضبط وإنما يغتفرون الاختلاف لنحافظ المتقن المكثر يجب إعماله هذه القواعد في التصحيح والتضعيف وهي من القواعد المهمة عند الأوائل وذلك الأوائل حين كانوا لا يفهمون كلام الأوائل يقول صححه في موضوع وضعفه في موضوع ناخر يريدون بيه أنه تناقض وما تناقض ونماء أنت جاهل يقصدون تصحيحه في موضوع لأنه لا يستحق التصحيح لعدم تفرده أو لعدم كون الحديث أصلا أو لغير ذلك في موضوع آخر ضعفوه لأنه قد تفرد أو اختلف عليه في موطن لا يحتمل منه التفرد ولا يحتمل من هذا الاختلاف وأذكرت لكم نماذج كثيرة في الحقيقة لترجمة عاصم بن بن النجود وعبد الله بن محمد بن عقيل وامثال هؤلاء يقيل عنه أنهم صدوق سيء الحظ أنه يقبل في موضوع يرد في موضوع وليس معنى رد في موضوع أنه يقبل في موضوع الآخر والعكس لا وعلى هذا يزول الإشكال يرد بعض الناس يقول تقولون أجمع العلماء على الصحة ما في الصحيحين وفي الرجال متكلم فيهم فالجوابه أنه متكلم فيه لا ينفي الإجمع على الصحة حديثه أبدا لأنها إذا عرفت هذه القواعد لأن القدر الذي يجمع على حديثه ثبت أنه قد ضبطه ولا يعني توثيقة في جانب آخر ولهذا لا يعني وجود الراوي في الصحيحين أن يكون ثقة خارج الصحيحين بدليل أن البخاري لقي اسماعيل بن أبي أويس فقال أخرج لي أصولك فأخرج له فقال أعلم لي على ما سمعت فأعلم له فأخذ بخاري هذه الحديث وأعرض عما سواها هذين الأئمة يتتبعون حديث الراوي من ذلك أبو معايا محمد بن خازم الضرير هذا الثقة في حديثه عن الأعمش فقط أما في حديثه عن غير الأعمش في كلام ولذلك لم يخرج له البخاري شيئا أبدا في الأصول عن غير الأعمش ومن ذلك همام من يحيى ثقة ثبت من جالس ستة حديثه عن أبو جريج معلول ومن ذلك عكر من عمار ثقة حديثه عن يحيى أبو كثير مضطرب ومن ذلك داود من حصين ثقة حديثه عن عكر من ضعيف ولهذا له نماذج كثيرة تعرف التتبع والقراءة والنظم في كلام الأوائل فتوثيق الراوي في موضع ليس تناقضا أن تصحح حديثه في موضع آخر هذا له حالة وهذا له حالة أخرى إنما التناقض أن يكون شخص مثلا يقول ابن الله هيع ضعيف مطلقا ثم في موضع آخر صحيح الله هذا التناقض أما من لا يضعف مطلقا كعاصم ابن ابن نجود وكمحمد ابن عجلان وكمحمد ابن إسحاق كعبد الله ابن محمد ابن عقيل وككثير ابن الزيد وأمثال هؤلاء رواية الحديث عن راجلين ثم يرويه ثم يرويه عن آخر حتى ظهر لهم سعة علمه وكثرة حديثه ساعة علمه وكثرة حديثه وذكر معنى ذلك ابن الله هيع عن ابن عن ابن أبن عبيرا تقدم عندنا أبن الأمثال تفصيل في قضية التفرد والحديث وأن بعض الناس يقبل تفرد وبعض الناس لا يقبل تفرد يقبل الاختلاف عليه لكثرة حديث وقوة حفظه وبعض الناس لا يقبل كثرة حديثه لليه على اضطرابه وكثرة حديثه وذكر معنى ذلك ابن الله هيع عن ابن هويرا وأبن أسود عن اسماعيل بن عبيد الأنصالي وكان من أصحاب ابن عباس عنده اضطراب قال الترفيذي رحمه الله تعالى فهما من أقام الإسناد وحفظه وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إذا لم يتغير به المعنى حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد رحمان بن مهدي حدثنا معاوية بن صاري عن العلاء بن الحالث عن مكحول عن واثرة بن الأسخة قال إذا حدثناكم على المعنى بحشبكم حدثنا يا حب المسموش يعني يكفيكم يعني ما نأتي باللفظ على وجه نأتي بالمعنى يكفيكم ولمعنى جائزة طبعا بشرطة يكون النسان عالم بما يحيل المعنى عالم بالمرادف حتى ربما يدع بعض الشيء ويدع ويذكر ما لا يحتاجه ويدع ما يحتاجه لابد يكون عالم بالمعنى عالم بالمرادف يحيل معاني لأنه إذا نقل اللفظ وأتى بمرادف ويفهم المرادف فهذا معنى مغاير يكون هذا يأثم بذلك فإذا كان المرادف يحتاجه للمعنى يأتي بالمعنى اللي يفيد المعنى هذا المطلوب وإلا فيمنع وذلك قلنا في ممضى إنه من شروط اللي هو بمعنى لا يكون في الأسم وصفات لأنه لا بد أن نقولها بلفظها وشروط الثاني يقولنا لا يكون في الأذكار يعني تتعبد بالمعنى تعبد باللفظ ولا بد أن يكون اللفظ هو هو إنما هذا يجوز في المعنى في الأحيام والوعد والترغيب والترغيب أمبان عبد الرزاق أمبان معمر على أيوب على المحمد بن سيرين قال كنت أسمع من عشرة اللفظ مختلف والمعنى واحد أحدثنا أحمد بن منيع إذا روى الإنسان من هذا المعاني يقول بنحوه أو بمثله إذا كان قال بمثله فهذا يشعار بأنها اللفظ بمثله إذا كان بنحوه يعني بنفس المعنى أحدثنا أحمد بن منيع لكن بعض العيو يقول ترى بمثله ويقصد بمثله بمثله لفظ الشاهد لا بمثله الشاهد هو يقول السياق طويل جدا ويقصد شاهدا معينا فيقول بمثله بمثله الشاهد منهم يقول بمثله من كل وجه كل ما حدثنا محمد بن عبد الله عن ابن عون طال كان إبراهيم النخاعي والحسن والشعبي يأتون بالحديث عن المعاني وكان القاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ورجاء بن حيوة حيوة ورجاء بن حيوة يقيدون الحديث على حروفه ما يأتون بالمعنى نعم يأتون باللفظ وما يأتون باللفظ أفضل ولكن قد يتعذق كما قال بعض العلماء لو لا نأتي بالمعنى ما حدثناكم ولولا نأتي بالمعنى ما حدثناكم بمعنى نستطيع إقامة اللفظ على وإشهد أما ما يشتعل الآن عند الناس يقول أن البخاري يروي بمعنى مسلم يروي باللفظ هذا غير صحيح هذا بخاري يروي بما روي له وغير صحيح أن البخاري هو ليغير وإيش سرى لأنه استفاض في كتب مصطلح على المتأخرين وأنه يقول من مفضلات ومميزات المسلم على البخاري أنه مسلما يروي باللفظ والبخاري بالمعنى هذا غير صحيح هذا هذا العصل له البخاري يروي لكن البخاري قطع الحديث في أكثر من موطن ومسلم لا يفعل هذا لأن البخاري يعتبر على الفق فقه البخاري في تراجمه لكن البخاري يروي بما حدث به لا يغير شيئا أبدا ولا يزيد ولا ينقص ولا يروي بالمرادف ولا بالمعنى ويروي باللفظ الذي ينقل له فما يشتعل الناس أن البخاري يروي بالمعنى هذا غير صحيح مسلم نفس الشي حين تنظر الفض المسلم وفض البخاري بعد أن تجد الفض البخاري أكمل بعد أن تجد الفض المسلم أكمل لا لأن مسلم أنه أحسن سياقة من البخاري كما يفعل الله يقول أن سياقات مسلم أفضل من سياقات البخاري هذا غير صحيح هذا الرجال البخاري أقوى من رجال المسلم بكثير والفضل البخاري أدق فضل مسلم بعد حين يكون فيه شدود ثانيا البخاري رحمه تعالى يقسم حديث في أكثر من موضع بين مسلم يروي في الموضع الواحد ويذكر الأول هو في الأصل عادة الثاني قد يكون معلولا الثالث كان في كثير من الروايات ثم يقر الله مسلم وهذا كثير في حقيقة يوردنا قبل أيام عدة أشياء من ذلك إذا جلس من عشاء بأرث مجادا فقد وجد وإن لم ينزل هذه المسلمة لكها في الأصل أصلا هي شادة يذكر رواها مسلمة لك مسلم ما رواها في الأصل أصلا ومن ذلك حديث عائشة وغسر رجلي في غسر جنابه وليس رؤية شادة على مسلم نفسه تذكر أننا عند مسلم ومسلم نفسه على اللفظة فننقضه لغسر الجنابته والحيظة لفظة الحيظة شادة وجنبه السواد شادة ولم يذكرها المسلمة في الأصل هذه إنما ذكر في باب المتابعات وباب الشواهد من ذلك اسمع واطع ضرب ظهرك وخدمهلك هذا Erfolg ذكر في باب Whitaker وهو ما ذكر في الأصول ومع أن ما ذكر في الأصول هو معلول أيضا صوه ما ذكر في الأصول لا علبي لأنه منقطع من رواية ABO سلام ممطور عن حذفة وأبو ouvert ordim لم يسمع من حذفة وغير ذلك من الأشياء التي الأول يقول أن هذا سياق forth venkn MUSIC مسلم لا ذكرر في الأصول هو ذكر في المتابعة والشواهد وذكر الذي ينبقى التنبو بينما يذكر arc중에 مسلم في الأصول وبينما يذكر عنه في المتابعات والشواهد بالذي يقول أن البخاري حينما يتوقع بطولة المراد للطريقة الأول فقط لا لا يسبب هذا بالصحيح بخاري يقسم الحديث عن المواضع ويذكر بطولة بخاري مع تقسيم الحديث يأتي موضع من المواضع يذكره بطولة يذكره بطولة ثم ولكن ينتقل منهم يحتاجوا في الفقه لأن بخاري ركل على الجوانب الفقهية حدثنا علي بن خشرم حدثنا الحرص المغيات عن العاصم الأحوال قال قلت لأبي عثمان نهدي إنك تحدثنا بالحديث ثم تحدثنا به على غير ما حدثتنا قال عليك بالسماع الأول قال حدثنا الجارود بن معاذ حدثنا وكيع عن الربيع بن صبيح عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال إذا أصبت المعنى أجزائك حدثنا علي بن حجر حزانبان بن مبارك عن سيف هو ابن سليمان قال سمعت مجاهدة يقول أنقص أنقص من هذا الحديث شيئة ولا تزد فيه حدثنا أبو عمار الحسين الحريث أن النقص يجد من يتممه لك الزيادة كذب هذا يعني وجه ذلك ولكن ذكرنا فيما مضى أن حتى النقص في تفصيل لأنه قد ينقص من المعنى ما يخل بالمعنى أنت بعض الناس ما يفهم يحذف ربما المستثنى يبقي المستثنى منه فيختل المعنى حينئذن فيختل المعنى لا بد أن تذكر هذا مع هذا شويل المصلين نعم شويل المصلين نعم كقضية اللي يذكر بالمعنى ذكرنا لكم عن ثلاثة في الأسماء والصفات حين ذكر بعض الحديث لخالف المصطين أطيب عند الله من ريح المسك طبعا فيه استطابة روا بالمعنى فاتها بإثبات الشم لأنه روا بالمعنى وهكذا روا بالمعنى قد تؤثر لكن لا نجيز روا بالمعنى لا في الأسماء والصفات ولا في مسألة الأذكار أن يخل بالمعنى حدثناه عمار الحسين بن حريث قال أنباءنا زيد بن حادث ابن حباب عن رجل قال خرج إلينا سفر الثوري فقال إن قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني إنما هو المعنى لكن طبعا هنا يقول عن الرجل طبعا الرجل هذا مبهم هذا الرجل مبهم وحديث المبهم ضعيف الأصف في حديث المبهم ضعيف ما لم يأتي في رواية أخرى تسمية المبهم ويكون الطريق صحيحا حدثنا الحسين بن حريث قال سمعت وكيعا يقول إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس حديث واثلة ابن الأسقع ابن الأسقع الموقوف ذكره البخاري بتاريخي وذكر أن أبا نعيم النخعي رواه عن العلا ابن كذير ابن أبا نعيم والنخعي رواياه عندك رواه رواه نعم عندك أعلى اللفظ حديث واثلة ابن الأسقع الموقوف ذكره البخاري بتاريخي وذكر أن أبا نعيم النخعي رواه عن العلا يا أبا نعيم النخعي نعم رواه عن العلاو ابن كثير عن مكحون عن واثلة مرهوعة قال وليصح والعلاو ابن كثير منكر الحديث مقصود التلميذي بهذا الفصل الذي ذكر رواهنا أن من أقام الاستاذ حفظها وغير من الموتون تغييرا لا يغير المعنى أنه حافظ ثقة يعتبر بحديثه وبرى ذلك على أن رواية الحديث بالمعنى جائزة وحكاه عن أهل العلم وكلامه يشعر بأنه يجمع وليس كذلك بل هو قول كثير من العلماء ونص عليه أحمد وقال ما زال الحفاظ يحدثون من معنى يعني هو قول الجمهور نستطيع أن الرواية بالمعنى هو قول الجمهور وفي طابقة يمنعون الرواية بالمعنى ويأمرهم باللفظ صلاة كان لذات الأمر أو يسدل للذريعة حتى لا يأتي من لا يفهم فيروي بالمعنى فيخل الآن الرواية بالمعنى أخف بكثير مما كان عليه الأمر من قبل من قبل كان عصر تدوين أما الإنسان حين يروي بالمعنى يمكن الرجوع إلى اللفظهم ودونهم موجود فلا يختلف معنى لكن من قبل عصر تدوين فيختلف الحكم ومع ذلك الجمهور يجوزون حتى في عصر التدوين بل هو وقف وليس كذلك بل هو وقف كثير من العلماء ونصى عليه أحمد وقال ما زال الحفاظ يحدثون من المعنى وإنما يجوز ذلك لمن هو عالم بلغاة العرب بصير من المعاني عالم بما يحيل المعنى وما لا يحيله ننص على ذلك الشافعي عن ذرة للواية بالمعنى حالة الحديث عن أصله وقد روى كثير من الناس الحديثة بمعنى فهموه منه وغير المعنى مثل ما اختصره بعضهم من حديث عائشة في حيضة أبو الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها وكانت حيضا انقضي راسك وامتشقي نعم وما زل ما فعل شعي بن أبي حمزة جاء من طرق كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مكاتف شاء ولم يتوضى فاختصر شعي بن أبي حمزة فغالط فيه جاء عند الأربعة من طرق شعي بن أبي حمزة وعالي بن منكذر عن جابر قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار وهذا غالط في شعي اختصر فغواهم فيه ولا ضبط الاختصار والحديثة عند الأربعة معلول كما بيّن ذلك الإمام أبو داود في سننه وأبو حاتم في العلل وأعلى أبو الاضطراب وأبن حبان في صحيحه تارث الراو يروي بالمعنى فلا يأتي بالوجه المطلوب يخل وأدخله في باب غسر الحيض وقد انكر ذلك على من فاعله وقد انكر ذلك على من فعله لأنه يخل بالمعنى فإن هذا لم تؤمر به في الغسل من الحيض عند قطاعه بل هو في غسل الحيض إذا أرادت الإحرام وهي حائض وفي غسل الحيض إذا أرادت الإحرام وهي حائض وروا بعضهم حديثة إذا قرأ يعني الإمام فأنصتوا بما فاهمه من المعنى فقال إذا قرأ الإمام والضالين فأنصتوا فحملوا على فراغه من قراءة لا أعلى شروعي فيها وروا بعضهم حديثة كنا نؤديه على عدد رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد زكاة الفطل فصحف نؤديه فقال نورثه ثم فسره من عنده فقال يعني الجد كل هذا يعني قصته صحف ثم أرعب المعنى الغلط فهو بنى على التصحيف ما بنى على المعنى الأصلي فما تقدم في التصحيف من الله النبي سأل احتجر حجر في المسجد من حاجة لا يقول احتجر ما في المسجد صحف احتجر أقبحت تصحيف تصحيف بالمعنى مثل محمد بن العنزي الإمام المشهور كان يقول أنني صلى لنا كيف صلى لك؟ كان أنني صلى إلى العنزة حسب القبيلة عنزة وأنني صلى إلى العنزة ما فمن المصود بها السترة فهي من العنزة القبيلة يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النفضة هذه صلى رسول الله إلى عنزة ما في صلى رسول الله عليه وسلم للعنزة صلى رسول الله عليه وسلم إلى العنزة فرق من اللفظي حتى يتغير المعنى. فكان يقول إنه صلى وصلى لنا. يعني هذا لا ترى أثر مالك الذي قال كنا نؤدي على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الفضل كثيرا. مالك غير مالك. فشابي سألي القصة مع صاحب محنيثة. أي القصة لا يوجد إشكالك. هذا كان الحديث. نؤديه على أثر رسولة كان يؤديه جدتي عن أبيها الجدية. فقال هو الصحف اللي كنا نؤديه نورث. من قبل قلت لك ما كانوا ينقطون. ما يضحنا النقاط. فهو رأى أصلاً بلف كنا نورثه. فظلنا أن التوريث المقصود به توريث الجد. فرأى على المعنى المصحف وبمفاهمهم. ثم قسرهم عنده فقال يعني الجد كل هذا تصرب سيء لا يجوز مثله. فأما الرواي بلفظ آخر لا يختل به معنى. فهو الذي ذكر التلميذي جوازه عند أهل العلم. وذكره عن من ذكره من السلف. وروا عن الحسن أنه استدل لذلك بأن الله يقص قصة القرون السالحة بغير لغاتها. وروا قتال. يستدل القرآن بهذا. أنه جائز بمعنى. يقول أن الله جل على يحكي أو يذكر عن الأمم السابقة بما نفهم نحن. ليس بلغاتهم. فهو الذي ذكره على الشيء يروى بالمعنى. أصل الرواية بالمعنى. وأصل يستدل على هذا. صحيح أدل الأقوة من هذا. لماذا يحتاج بهذا؟ الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة الواحد ينقل لك الحكاية برحية برفضين. هذا ما يعني؟ أنه يروى بالمعنى. ولماذا ينقل مرة هكذا مرة هكذا فهو نقل بمعنى. لكن بالشرطة السابقة. يكون عارفاً بمن يحلمه. عارفاً بلغة العرب. يكون فاهماً للمقصود. ولا يأتينا للطواب. نؤديه نورثه. احتجره احتجمه. صلى العنزه إلى القبيلة. وهكذا من الأشياء والتحريفات. ورواقت هذا عن زرارة ابن أوفا. قال لقيت عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفوا علي في اللفظ واختلفوا واجتمعوا في المعنى. وقد روى إجازة ذلك أيضاً عن عائشته وأبي سعيد بن الخدري وابن عباس. وفي أسانده نظر. وروى وروى معناه عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأناس. أنهم كانوا محدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقولوا لا هناك هذا أو شفه. هذا من الوراء. من الوراء نعم. هذا ثابت عن ابن مسعود أستاذ الصحيم عند ابن الماجة. إذا سئل عن حديثه عليه وسلم. وقال ابن نحو من هذا أو شبيها من هذا. حتى لا يقع في ذلك غلط على النبي صلى الله عليه وسلم. قدم أكتم مرة أن الشعبة يرى أن اللحنة في الحديث من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي ما قاله هكذا. قاله معربا. ما قاله ملحونة. وستدل الشعب على التحريم بقوله صلى الله عليه وسلم. نحدث عني بحديث. لما نحدث عني بما قال علي. ما لا يقف إلي تبوى ما قاده من النار. وأنا بما قال بهذا اللفظ. فلابد أن ترويه بما لفظ به النبي صلى الله عليه وسلم. أنا من ذلة القائلين في وجوب الرواية باللفظ. لا بالمعنى. خاصة وجد أمثلة كثيرة على النرويه بالمعنى غلط. وكان أنس يقول أو كما قال وهو أيضا قول عمر بن دينار وابن أبي نجيح وعمر بن موراه وجعفر بن محمد وحمد بن زيد ويحي بن سعيد ويزيد بن هارون وابن عني عيينة وابي زرعاه وحكى وحكى عن أكثر الفقهاء وروي فيه حديث مرفوعة لا يصح منها شيء منها. وكان ابن عمر رضي الله عنه يشجد في اتباع لفظ الحديث وينهى عن تغيير شيء منه وكذلك محمد بن سيرين والقاس بن محمد ورجاء بن حيوة وهو قول مالك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيره وروي عنه أنه قال أستحبها ذلك وحكى الإمام أحمد عن وكيع أنه كان يحجث على المعنى وأن ابن مهدي كان يتتبع الألفاظ ويتعاهدها.